نروح لخبر آخر وبعد مرور أكتر من 3 سنين ونص على الأحداث اللي اشتهرت باسم مذبحة كرداسة دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الجيزة حالت النهاردة أوراق 20 متهم في القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم حددت جلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم وقاع القضية حصلت في شهر أغسطس 2013 بعد فضع تصامي الإخوان في ربعة والنهضة نيابة العامة حالة 188 متهم لمحكمة الجنايات لاشتراكهم في التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد معي على التليفون المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق سيدة المستشار مساء الخير مساء النورة أخي عمر أهلا بحضرتك سيدة المستشار إيه المرحلة الجاية بعد ما تم إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي هو بداية هذه هي المرة الثانية التي تنظر فيها هذه القضية لأنها كانت قد نظرت من قبل وصدرت فيها أحكام ثم طعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقد ومحكمة النقد ألغت الحكم وأعادتها للمحاكمة أمام دائرة جديدة التي نظرت القضية اليوم وأصدرت قرارها بأحالة أوراق عشرين متهمة إلى فضيلة المفتي هذا القرار لا يعد حكما وإنما هو مجرد تمهيد لإصدار الأحكام المحكمة من حقها أن تعدل عن هذا القرار عندما يأتي رد المفتي سواء كان رد المفتي موافقا أو معارضا فهو لا يرزم المحكمة رأي المفتي هو رأي استشاري محت تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ به حسب ما تراه فبمجرد أن يبدأ المفتي رأيه تصدر المحكمة حكمها سواء كان بتطبيق عقوبة الإعدام التي هي النتاج الطبيعي لإحالة الأوراق إلى المفتي أو تغير من حكمها قبل صدوره بأن تستبعد البعض من حكم الإعدام أو تستبدله بعقوبة أخرى وعلى كل حال هذا الحكم إذا ما طعن فيه أمام محكمة النقل وهذا هو المهم إذا طعن فيه أمام محكمة النقل بعد صدوره فإن محكمة النقل إذا رأت أن هناك عوارا في هذا الحكم أو خطأا في هذا الحكم إذا أوجب إعادة النظر فيه فإنها ملزمة قانونا بأن تتصدى للفصل في موضوع الدعوة ولا تملك أن تحيله مرة أخرى إلى محكمة الجنايات السابق صدور حكمها وإنما يتعين على محكمة النقل أن تقضي في الدعوة مباشرة بحكم باك لا يجوز الطعن فيه بأي وسيلة من وسائل الطعن طب عادة سيدة المستشار في فترة معينة بيأخذها فضيلة المفتي للرد على المحكمة المحكمة بتحدد له الفترة الزمنية المناسبة وعادة فضيلة المفتي بيلتزم بهذه الفترة فهو عليه أن يقدم وجهة نظره ورأيه في هذا الحكم قبل الموعد المحدد للنطق بالحكم الذي حددته المحكمة في شهر يوليو القادم 2 يوليو القادم ده خلاص هيصدر الحكم النهائي الذي لا طعن عليه؟ لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقل لكن محكمة النقل إذا رأت أن هذا الحكم أصابه عوار أو خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال أو غير ذلك لا تملك أن تعيده مرة أخرى إلى محكمة الجناية وإنما واجبها أن تتصدى للفصل في الدعوة موضوعيا فتصبح محكمة النقل في هذه الحالة ليست محكمة قانون وإنما محكمة موضوع الحكم الذي يصدر من محكمة النقل في هذه الحالة يكون مباتاً لا يجوز الطعن عليه بأي مطعن آخر شكراً جزيلاً على كل هذه التوضيحات سيادة المستشار رفعة السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق شكراً اشتركوا في القناة